الواقع سنة 2014 كانت سنة صعبة في منطقة الشرق الأوسط من أجل الزمات اللي صارت قاصة في ليبيا وعدم الاستقرار بالعراق السورية أثر على الأسواق العربية أدوية الحكمة هي الآن أول شركة في الشرق الأوسط من ناحية الحجم السوقي في قطاع الدواء نمينا في عدة بلاد مثل السوق المملكة العربية السعودية كان عندنا نمو يتجاوز 20% وفي مصر كان عندنا نمو يتجاوز 30% الأسواق الأخرى الثابتة كان فيها نمو جيد الإجمال السوق الدواء في العالم العربي نمى 9% عام 2014 والحكمة نمت مع معدل النمو الذي حصل في السوق العربية ولكن الأهم من هذا هو كله عملية التغيير اللي صارت في المنطقة العربية من ناحية القوى الشرائية خاصة في الأسواق التي تأثرت في أسعار النفط والتي سوف تؤدي إلى عملية اضطراب في السبلي تشين من هذا المنطلق الحكمة كشركة محلية في عدة دول مثل الجزائر مثل السعودية سنقوم في هذه الأسواق أيضا بزيادة حصتنا من خلال المنتج المحلي فنحن في السعودية الآن شركة سعودية نستحوذ على حصة جيدة من السوق السعودي تقريبا نحن الشركة الخانسة في المنطقة العربية السعودية معروف عن قطاع الأدوية بشكل عام أو رعاية صحية بشكل خاص أنه قطاع دفاعي يعني إذا خسرت كل الأسهم الأدوية لا تخسر ماذا حققتم من أرباح وماذا عن إعلانكم لآخر نتائج المالية؟ كما أسلفنا في الانتم ستيتمنت طبعا هي الشركة تأدوية الحكمة شركة مساهمة عامة في السوق البريطاني وقد قلنا أننا سنقوم بالنمو بحوالي 12% هذه السنة عن العام المنصر وهذا النمو يأتي لنا من أسواق الخارج المنطقة العربية خاصة في السوق الولايات المتحدة حيث الحكمة تستحفظ على حصة جيدة من حصة المحاقين الطبية فهناك نمو كما أخبرنا السوق المالي وسوف نعنع عن تائج المالية إن شاء الله بشهر الرابع وهي سنة جيدة إن شاء الله كانت